أيضا ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول المتحدث الرسمي باسم الفرقة الشمالية والمحلل العسكري العقيد أحمد حمادة أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد معنا على الهواء عبر الأقمار الصناعية بداية نريد الحديث عن رؤية الجيش الحر بعد هذه المماطلة في تطبيق الهدنة وإيصال هذه المساعدات إلى المناطق المحاصرة خصوصا في حلب ما هي رؤية الجيش الحر أو عفوا المعارضة شكل عام السلام عليكم تحياتي لك أستاذ ولي السادة المشاهدين طبعا اليوم الجيش الحر بعد أن فقد الثقة بالمجتمع الدولي وفقد الثقة بالأمم المتحدة وبالهدنة التي لم تقدم أي شيء للشعب الحلب المحاصر بل هناك يعني شوية راحة للنظام فبدأ النظام اليوم بالقصف بالطائرات في كل مكان وبالمدفعية فإذا أتينا من الجهة الجنوبية النظام اليوم قصف داعل وفي درعة وتقدم عدة مئات من الأمتار باتجاه درعة ثم في دمشق هجوم على حوش نصري وفي عدة أماكن كذلك استخدام الغاز الكلور المحرم دوليا في هجمات ضد جوبر وفي حمص هناك عدة حالات في القصف لتلبيسه والرستن والغنطو وعدة أماكن كذلك هناك تهجير اليوم وغدا ستنطلق قافلة أخرى من الباصات الخضر باتجاه إدلب بعد تهجير أهالي الوعر وهذا مخالف جدا للقواعد الإنسانية والقواعد الأخلاقية ومبادئ الأمم المتحدة وللهدنة ذاتها أما إذا تأينا إلى حلب فلا تغيير أبدا غير أن المدافع بدأت تزأر والطائرات بدأت تهدر في سماء حلب والقنابل تتساقط مرة أخرى فوق الأحياء المحررة الشرقية بينما القافلة الإنسانية والعربات التي من المفترض وفق هذه الهدنة ووفق تطمينات ديمستورا والأمم المتحدة والهدنة الروسية الأمريكية المفترض أن تدخل هذه الهدنة بدون أي استئزان من النظام ومن ميليشياته لكننا نجد اليوم القافلة لا تزال على الحدود ويمنع دخولها إلا بعد تفتيش من قبل النظام والميليشيات لا شيء يتغير غير أن القوات النظامية تستعد لهجمات أكثر وتستعد لأعمال عسكرية أكثر سيد حمادة دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل الخبر العاجل يتحدث عن أن وزير الخارجية الفرنسي يحمل نظام الأسد المسؤولية عن أي انتهاك لهذه الهدنة حصل إذن أعيد هذا الخبر العاجل أن وزير الخارجية الفرنسي يحمل نظام الأسد مسؤولية انتهاك الهدنة في حال استمرار هذه الانتهاكات وإستمرار الحال على ما هو عليه الآن ما هو موقف الجيش الحر؟ طبعا قبل أن ينتهك النظام ويحمله الوزير الفرنسي الذي بدأت الأصوات تعلو وحتى في الإعلام هناك انتهاك للقرارات الأممية 2165 للعام 2014 و2054 الذين يحددان بأن يجب دخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط ولا استئزان من النظام نهائيا أما بالنسبة لكتائب الثوار والثورة السورية والمعارضة أتوقع بأن صبرها لن يطول كثيرا وربما يخرج بيان في الساعات المقبلة يفند تلك الانتهاكات ترجمة نانسي قنقر